السلام عليكم خوتي وخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي في هذا الفيديو خوتي صرت واحدة تبهديلها كبيرة بزاف عاكم شايفين من هالي المروق راح تعطاته الطائرات المسيئة راح تعطاتها لإثيوبيا باش تدعمها في حربها ضد مصر ومصر زحفت بزاف من المروق قلت لها انتي بلد خائن كيف ركيت تدعم بلد ضدي يا المروق الخائنة وهذا الخيانة الثانية لتديرها المروق للمصر الخيانة الأولى كانت في حرب أكتوبر وين اش اسمها هذي المروق راح تبيعت الإسرائيل خطط مصر والجزائر والدول العربية الان خوتي اللي تلعي بتاع مصر دار ضدها الاثيوبيا اللي قامت المروق بدعمها في حربها ضد مصر وش تدير تستقبل الصحراء الغربية اشتو خوتي اكبر تبهديل احنا شاركوا معكم التفاصيل تاها كيف استقبلتها ونالك حتى دعم عسكري للصحراء الغربية من اثيوبيا وزير الصناعة يستقبل شركات صينية تصنع أقوى الرضالة في العالم من أجل استخدامها في الجيش الثروة ولا الثورة عفوا الثورة من المظاهرات العنيفة في المروق جراء واحد من المحتجين احرق روحه رئيس اركان الجيش الجزائري يتوجه الى موريطانيا اين يلتقي بكمل اسلاك الجيش هناك ايضا الرئيس الموريطاني ايضا اسرائيل الان يبدأ تبتز في الامارات والسعودية اوه هذه اللحظة كنت استنى فيها خوتي صراحة تراني استشفان اذوق لانه اسرائيل الان رايزعفان يتقل بلي اهي سعودية الامارات هل يجب تعطينا الدراهم بالسيف سينو ودوكن نقول لكم وعليه قلتها تعطينا الدراهم خوتي هذه الزعفين ولا لا يطلب منهم الدراهم ونحن نعود نجعل الموضوع النقاب يمشتوا خوتي هذية أبرز عنوين أخبار اليوم إذا حبيت تدعمونا خوتي اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس بلما نطول عليكم خوتي يالله للتفاصيل نبدأ بالموضوع التعنا هو هذا الموضوع التعنيقات في الجزائر صراحة الشعب الجزائري الآن رهما نقسم إلى قسمين يعني ما نكذبوش على روحتنا كان القسم واللي يقول لك باللي يودي هذا يتعلم راه تلبس لك النقاب ويجي داخل الإدارة في وسط الشعب متعرفها إلا هي ذيك المرة الفنية ويجيز بشخصية واحدة أخرى قادر تكون مدخلة معها قعانوا على الأسلحة لأنه الجزائريين رهما نضعروا الآن من أيام العشرية السوداء وعليه كثير من فئة الشعب الجزائري قل لك معلش ما إذا تم منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية مثل الجامعة وقع هذا الأمر عادي في حين أنه كثير من الجزائريين الآخرين يرون أنه لا بما أننا بلد مسلم وإحنا عدنا النقاب في الإسلام عادي ملا عادي لازم أخلو الخدامات تلاميذ قاع يلبسوا النقاب بالاختيار تحم أولا أخوتي الآن أنا مانيش ندافع على النقاب أنا أدافعوا عن الحرية الشخصية للأشخاص حابت تلبس نقاب حابت ما تلبش نقاب هي حرة في اختيارها أنا مدخلش رحي فيها لكن الكثير من الجزائريين أيضا زعفوا وبدأوا يعطوا رأيهم قال لك على رقم تحقروف الناس اللي تلبس النقاب هما الدين تعنا يخمم هكذا دير هي رأي يدير على حساب الدين تعنا فمثلا وجابوا الإكزامبل هذا بتاع أهلنا في الجنوب بتاع التوارك اللي يلبسوا هذه العمامات قال لك باللي يقال لك ممنوع تغطية الوجه في الجزائر سيتم طرد التوارك من المجلس الشعبي الوطني يلبسوا الجينز والمزايا الخير وإلا فلا يعني عددت على التوارك قال لك ماذا بهم يلبسوا الجينز والمزايا الخير وإلا فلا هتم برشاكم في هدلاركيو موقاتي قلوا نراكم في التعليقات هل ترون أنه يجب منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات قلوا نراكم في التعليقات لأنه صراحة إذا قلت نعم أنت مراكش وحدك كثير من الجزائريين أخموا كمتا وإذا قلت إيه يجب يعني لا يجب منعهم ثاني ماكش وحدك كثير من الجزائريين نعم يخموا كما هك جمدي ربي يجب مندي لكم تعال انتخابات خوتي بول ونشوفوا الجزائريين وشان في فوطي والأغلبية شحة فوطي أرواح الروح وخوتي الأكبر تبهد إلا سمعت بها مؤخرا بعد الحركات تعال مروق التقرب إلى إثيوبيا لها المروق التقرب من إثيوبيا خوتي لأنه إثيوبيا بلد مطبع ليس هذا حسب إثيوبيا مش غير بلد مطبع الكثير منهم يهود الكثير يعني الإسرائيل خوتي زي ما هم على حسابهم إسرائيل فيها مستوطنين سود على باكم هذلك المستوطنين سود كومبليجيين من إثيوبيا رغم أنهم يتعرضوا لعنصرية كبيرة بسبب لوني بشارتهم في إسرائيل حتى في إثيوبيا من طرف اليهود إلى أنهم هم زي ما يعتبروا رحتهم يهود وبالتالي يساعدوا إسرائيل يساعدوا حتى بالجنود إثيوبيا تبعث لإسرائيل جنود باش يكونوا الشعب الفلسطيني وهذي شي ساور لتاكم بالفيديو خوتي المروق غمضت عينها على كل هذا الأمر يعني حتى المروق صراحة أنه هي تبعث الجنود لإسرائيل أيضا لكن المروق كانت تبعث لإثيوبيا مسيارات متطورة إسرائيلية مصنوعة في المروق طبعا بأمر بأمر من إسرائيل يعني إسرائيل هي اللي كدت قولها السمعي المروق روح يعطي الإثيوبيا الأسلحة هذه تشوفي باش تضرب مصر والمروق تدير السمع والطاعة لإسرائيل وكدت تعطيها في المسيارات مصر أنا ذاك غضبت بزاف ومصر لأول مرة بدأت تجي مع الجزائر وبدأت تهجم في المراركة قد تقول بلي إيه ذكرنا فهمنا وشان يسوفي والجزائريين معاهم الخاونة هذو اللي ما عنده مش قاع مبدأ مصريين ولو زعفانين بزاف من المراركة ما زالهم زعفانين منهم إلى يومنا هذا لكن الآن خوتي إثيوبيا اللي كانت تتلقى الدعم من المروق تصفى عن المروق أقوى صفعة شوفوا الصراحة خوتي هذا الأمر نشراته الصحراء الغربية جمهورية الصحراوية تشارك في أول مؤتمر في وزراء الدفاع الأفارقة في أديسا بابا بدعوة من وزير الدفاع الأثيوبي يعني وزير الدفاع الأثيوبي الآن هو لعراض الصحراء عفوا الصحراء الغربية هالي شو قالها أديسا بابا أثيوبي 15 أكتوبر يعني البارح شارك وفد عسكري صحراوي رفيع المستوى يقوده الطالب عميدي المدير المركز للعملية والتفتيش بوزارة الدفاع الوطني في أول مؤتمر للدفاع الأفارقة تلبية لدعوة وزير الدفاع الأثيوبي الذي تحتضنه العاصمة أديسا بابا وهو منك خوتي مسؤولي الجيش اللي شاسمه الصحراوي في أديسا بابا يعني في أثيوبيا مع الأثيوبيين مع قادة الجيش الأثيوبي كما يمكنك من شوف في هذا الصور هذه خوتي كانت ضربة قاضية للمروك المروك مزالت إلى الآن لم ترد حول هذا الموضوع رغم أن المروك قادت بالي زعم المنظار التاعنا للدول وعلاقاتنا معها ستكون مبنية على أسس نظرتهم إلى الصحراء زعم إذا كانوا يحترفوا بالصحراء الغربية ويقولوا لها صحراء مغربية ولما كانوا يحترفوا بها إذن أثيوبيا الآن رهي تدعم في الصحراء الغربية فما الذي يجعل العلاقات الآن بين المروك وأثيوبيا؟ قالت المغربيل أنها أوقعت اتفاقية تعاون عسكري وبلا بلا مع إثيوبيا وإذا بإثيوبيا تصفعهم وتوجه دعوة للجيش الصحراوي للمشاركة في أول مؤتمر لوزارة الدفاع الأفارقة هذه الأمور دخليني نرغد بسلام أخوتي ثم أشاركم في هذا الموضوع ولن نراكم في التعليقات أما بخصوص المروك فالإنهيار التحراء يزيد يتفاقم فكانت هناك احتجاجات ضخمة في المروك كما تشوفوا في هذا الفيديو احتجاجات هذه أخوتي كانت نتيجة لمحتجة أيضا سويسيدة لأنه كان يتعرض للحقرة من المسؤولين لمراركة لكنه أيضا قبل ما يموت تماما كلماته الأخيرة كانت يا محمد السادس رك تحقرنا ورانا نسوف ريو معاك الأمر اللي خلت الشعب المروكي كله يغضب ويخرج في احتجاجات ضخمة في العديد من ولايات المروك كما راكم تشوفوا في هذا الصور يعني الشرطة ما قدرش تسيطر عليها مصاي الاحتجاجات هذه كانت داخلين فيها نساء رجال ولكن أيضا كانت ليلية وأيضا نهرية كما كنت تشوفوا في النهر يخرجوا في الليل يخرجوا هالأيام الاحتجاجات ما يشتتوقف في المروك قالك هذه لحظة توصول جثمان الشاب أيوب اللي احرق نفسه لمنزله ونقله للمقبرة هنا كانوا جايبين الجثمان تاعه وفي الجنازة تاعه شوفوا كان غضب شعبي كبير جدا الآن من حكومة المروك لأنه هو أصلا احرق روحه على الظلم اللي راح عايشه في المروك والقهر يعني مصاي مسكين مقدش يلحق سورة الرسالة تاعه الأخيرة كانت مؤثرة للغاية كان يبكي يقول بلي أنا محقورين أنا محقورين محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله أنا أقول لكم أخوة هذه بداية انطلاق شعرات الاحتجاجات اللي ما هي شرح تتوقف الآن في المروك عليها قدر يقول للمرار كي يحتجوا الوضع تاعه ما شح يتغير الملك التاحب أخوتي أكبر ملياردير في إفريقيا أغنى راجل الآن في إفريقيا ووجهه صحيح هذك الدراهم أخوتي قادر يفرجها على الشعب المغربي بأكمله إلى أنه هو خير يديه حطهم في جيبه بدلا من ذلك والشعب المروك راهي سوفري والملك التاحب محبش يوزر لهم أصلا مش راكم أخوتي في هذا الموضوع يكونوا ناريكم في التعليقات راح تشوفوا أخوتي معي الإبتزاز راح تشوفوه بعينيكم الآن إبتزاز إسرائيل للإمارات والسعودية للدول الخامجة المطبعة راي تقولون إسرائيل ضكوا بس يفتتعطوني دراهم سينون أقصف لكم من مدن تحكم والله غير قالها بالكلمة هذا أخوتي واسمه يعقوب بردوغو وهو صحفي مقرب من نيتنياهو شوفوا شا يقوله تيه خيابت ليوت مش موتي تيه خيابت ليوت أخات أو بسيم ليشيلتون أو ببيروتا نفت أو بمتكنيها جارين وأتعلم أنت أنا كرويت تعل أخوتي خليني أقرأ لكم ديركت سوتي تراج وشا يقول في هذا الفيديو يا أخي هذا الفيديو نشراته القناة 14 إسرائيلية وشوفوا شا يقوله الرد من رد يجب أن يكون قوي أو برموز النظام أو في أبار النفط أو بمنشآت النووي وأنا قرأت طيلة الأسبوع الماضي جميع التصريحات التي تقول لا تقصف أبار النفط الإيرانية الإمارات تقول لنا والسعودية تقول لنا ذلك وأمريكا بالنسبة لأمريكا أمريكا سيرتفع سعر الوقود يعني هنا الإمارات السعودية إسرائيل تقصف مراكز الأبار والنفط بتاعش أسمه بتاع إيران وهنا زحمد إسرائيل تقلقت قلقت أوه هذا ولا أنا ويقولوا لي نحبس وبالنسبة لأمريكا سيرتفع وسعر الوقود يعني الأمر هذا سيخرج على أمريكا وهذا مشكل بالنسبة للإمارات هل يجب علينا الآن أن ندافع عن الإمارات السعودية يعني نحن نقول لك نحن ندخلنا في الإمارات السعودية علينا ندافع عليهم لكن الإمارات السعودية كانت تدافع على إسرائيل كانت تدافع كانت تمنع السواريخ من الذهب نحو إسرائيل وكانت أيضا دير جسر جوي الآن لإسرائيل وجسر الثاني كانت تبعث لها المساعدات الغذائية شتو خبتك ينكروا الخير المناع على والسعودية والإمارات إن شاء الله يكون هذا الدرس لهم شوف شو زيت قالت لماذا ندافعوا على الإمارات السعودية لذا ليتفضلوا ويدفعوا لنا تكاليف الحرب هيا قالت لي يتفضلوا ويدفعوا لنا تكاليف الحرب إسرائيل تدافع عنكم إذن عليكم دفعوا لنا تكاليف الحرب إدفعوا لنا تكاليف الحرب الآن وشراكم أخوتي في هذا الموضوع إسرائيل مادام لقيت حمار تركبوا نستعرب بها وعلى هاي هاي كلبتع السعودية يجيب يتشوف دراما كلان الإمارات تيذاني أرواحي وشراكم في هذا الموضوع أخوتي شركة صينية ضخمة الآن تدخل الجزائر ودي الاتفاق مع وزير الصناعة الجزائري من أجل البدء في صناعة أقوى الرادارات في العالم ستكون مصنعة في الجزائر وزير صناعة الجزائري يستقبل المدير العام لشركة إيلينك وهذه الشركة خوتيتة إيلينك الصينية مختصة في الأمن السبراني أيضا مختصة في الأمن السبراني وأجهزة الحرب الإلكترونية وهي بصدد إنشاء مصنع لها في الجزائر الآن يملك الجيش الجزائري الآن أقوى نظام للحرب الإلكتروني لنفس الشركة الصينية قد زار قائد الجيش الجزائري مقر الشركة في الصين إيموجيني خوتي هذه الشركة تقوم بتوظيف حمزة بندلاج إيموجيني وبرك خوتي شركوا في هذا الموضوع أخينا في الأخبار رئيس الركان الجيش الوطني الشعبي شنغريحة يتوجه الآن إلى الإمارات رئيس الركان الجيش الجزائري فريق شنغريحة يؤدي زيارة رسمية أحفن الموريطانية بشي الإمارات مخيرة هداية خوتي راح راح لموريطانية بدعوة من قائد الأركان تالجيش العامة الموريطانية وهذه الزيارة تندري جزء من تعزيز التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الموريطانية في هذه الزيارة تلاقى رئيس أركان الجيش شنغريحة بالرئيس الموريطاني أيضا اشتركوا بخوتي في هذا الموضوع ايضا اقول لنا لكم في التعليقات كم راكم تشوفوا بخوتي راني شاركنا معكم أبلز عنوان أخبار اليوم نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم والمواضيع التي تكون عجبتكم إذا كان هذا الأمر الله يحفظكم اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس وانتظرونا مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء اشتركوا في القناة